مساء الخير ما بين عطل العيدين هدوء نسبي وتراجع في الحراك السياسي خرقه اجتماع بين رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال الاجتماع تمحور حول قضايا تتعلق بتسيير أمور الدولة حسب ما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال إنه والرئيس نبيه بري على خط واحد على الخط الاقتصادي والنقدي والمالي قرار لمصر في لبنان يرفع سعر صيرف إلى 38 ألف ليرة ويتيح أن يشتري المركزي كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على هذا السعر ويسمح للأفراد والمؤسسات ومن دون حدود بالأرقام أن يتقدم من جميع المصارف لتمرير هذه العمليات قرار مصر في لبنان أحدث صدمة فورية في السوق السوداء هبط الدولار تحت وطأتها ليصل إلى حوالي 42 ألف ليرة بعدما كان صباحا بحدود 47 ألفا وثمانمائة ليرة لكن هذا الهبوط لم يعمر طويلا إذا استأنفت دولار أو دولار السوق السوداء صعوده ثم التلاعب على حبال الارتفاع والانخفاض ارتفاع سعر العملة الخضراء مقابل العملة الوطنية وازته قفزة جنونية لأسعار المحروقات واصلت بها إلى 26 ألف ليرة بالنسبة للمزوت و24 ألفا بالنسبة للبنزين أما بالنسبة لقضية زيادة الضريبة على رواتب الموظفين بالدولار فقد حطت اليوم على طاولة اجتماع عقدة في السرعي بحسب رئيس الهيئات الاقتصادية فإن هذه المشكلة على طريق الحل متوقع صدور قرار عن وزير المالية بهذا الشأن